حكايتنا النهاردة مع الفنانة زكية إبراهيم بطلة فيلم سلفني 3 جنيه عاشت قصة أغرب من الخيال مع والدتها وابنها اسمها الحقيه زكية محمود أحمد عبد الخالق اتولدت في الفيوم عام 1901 لأسرة فقيرة جدا 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 كان أبوها خيات ومتجاوز من وحدة قربته خلف بنتهم زكية وبعد 3 سنوات من ميلادها اتوفى أبوها اضطارت والدتها انها تشتغل في البيوت عشان تقدر تصرف على بنتها زكية ولما زكية وصلت 15 سنة فكرت أمها ان هي تجوزها علشان جزها يصرف عليهم ويتحمل المسئولية وبالفعل جوزتها لكن بعد ما اتجوزت زكية اكتشفت ان جوزها بلطاجي وكان سكري وكان دايما بيدربها هي ووالدتها وحملت زكية وخلفت ولد جوز زكية خليها تشتغل في البيوت هي وامها عشان يصرفوا عليه وياخد الفلوس بتاعتهم ويشتري بيها الخمور طلبت زكية اطلاء لكن هو رفض بشدة قررت زكية وامها ان هم يهربوا منه ويسيبوا الف يوم ويروحوا لقاهرة وده كان عام 1918 تقريبا في الفترة الزمنية دي كانت الناس بتسافر عن طريق القطر او عن طريق الركائب الجمال او الحمير والبغال اتفقت ام زكية مع مجموعة من التجار كانوا عاملين قافلة للسفر كانوا واخدين البضاعة بتاعتهم على جمال وبغال واتفقت معاهم ان هي تروح معاهم هي وزكية وتسافر علشان تروح لقاهرة انضمت زكية وامها وابنها الطفل الرضيع للقافلة وبعد عدة ايام القافلة تاهت في الصحراء ما بين الفيوم وقاهرة وفضلت القافلة تايها عدة ايام ونفذ منها من الماء والطعام وبدأت امها تشعر ان هي بتحتضر وابن زكية كان وقتها تقريبا عنده سبع او تمن شهور بدأت زكية من قلة الاكل وقلة الشرب سدرها ما يكونش فيه غير قطارات لبن بسيطة جدا وكانت لازم تنقذ ابنها وتردعهم وكمان عايزة تنقذ امها ففكرت ان هي زي ما بتردع ابنها تردع كمان امها علشان تقدر تعيش بقطارات اللبن وبالفعل كانت بتردع امها وبتردع ابنها لكن قطارات اللبن ما كانتش كفاية للطفل ولا للام توفى ابن زكية وبعدها بلحظات امها كمان توفت لكن والدتها وهي بتتوفى دعت ليها قالت لها ربنا يسطرها معاك وينقذك زي ما انت حاولت تنقذيني وانا راضي عنك يا زكية وتوفت بعدها على طول زكية اغمع عليها وبعد ما فائت لقيت مجموعة من البدو انقذوها وودوها القاهرة حزنت جدا زكية على وفاة والدتها اكتر من حزنها على ابنها لان هي كانت متعلقة بولدتها جدا وهي اللي ذكرت الحكاية دي في مذاكراتها وكمان الفنان علي قصار ذكر نفس الحكاية في مذاكراته عاشت ذكية في غرفة فوق سطوح احد المنازل واشتغلت في محل ملابس كانت بتبيع فيه وتعرفت في نفس المحل على صديقة كانت كمان بتشتغل بياعة وفي يوم الايام صديقتها قالت لها ان نجيب الرحاني طالب ممثلات لفرقته وان هي رايحة تقدم هناك واخدت معاها ذكية عشان هي كمان تقدم نجيب الرحاني اول ما شاف ذكية وشاف ان هي خفيفة الدم اخدها وضمها لفرقته واكتشف ان ذكية تجهل القراءة والكتابة فجاب لها مدرسين عشان يعلموها القراءة والكتابة ذكية ما كانتش جميلة وكانت ملامحها قصية وكان كمان لسانها صليط جدا لكن هي كانت طيبة القلب بشكل شديد علشان هي كانت صليطة اللسان فعملت مشاكل كتيرة مع اعضاء فرقة نجيب الرحاني ومع نجيب الرحاني ذات نفسه فاضطرت بعد فترة ان هي تسيب فرقة نجيب الرحاني وانضمت بعدها لفرقة علي القصار اول ما شافها علي القصار اعجب بموهبتها واسند ليها بطولة جميع المصرحيات بتاعت فرقته وكانت دايما تطلع بدور حماته وكمان لما اشترك في السينما مثلت معاه جميع الافلام بتاعته وكانت معظم الافلام بتطلع معاه بدور حماته واهم الافلام اللي مسلتها معاه خفير الدرق سلفني تلاتة جنيه الساعة سبعة نور الدين والبحارة الثلاثة علي بابا والاربعين حرامي ونشأت ما بينهم هما الاثنين قصة حب كبيرة جدا لدرجة ان علي القصار كان عايز يتجوزها لكن تراجع لان هي ما كانتش جميلة وكان لصانها صليط فكان خايف ان هي تكون شخصيتها شديدة عليه وتتسلط عليه لان هو كان متعود منها ان يسمع منها كلامه القاصي في منتصف السلاسينيات انضمت الفنانة ماري مونيب لفرقة علي القصار وبدأ علي القصار يديها ادوار البطولة بدل زكية ابراهيم وطبعا دوت عمل غير كبير ما بين زكية ابراهيم وماري مونيب خصوصا ان الجمهور بدأ يفضل ماري عن زكية اضطرت زكية ان هي تسيب الفرقة بتاعة علي القصار وتهتم بشغلها في السينما وعملت تقريبا 14 فيلم كان من اهمهم شادية الوادي صاحبة العمارة ليلة الدخلة جوز الاربعة العزيمة لما وصل عمرها 50 سنة قررت اعتزال الفن بشكل مفاجئ وقيل ان هي كونت سروة كبيرة وقيل ان هي تزوجت من رجل غني وورثة عنه صاروة كبيرة وقيل ان هي تزوجت 16 مرة لكن كلها اقويل ومحدش يقدر يعرف الحقيقة وفي عام 1970 قررت انها تحج وقررت ان هي كل عام حتحج عام عن امها وعام عن ابوها وفي العام اللي هي حجت فيه عام 1970 كان معاها الفنان محمود المليجي وحكى في مذكراته وقال ان يوم وفتها حكت ليه رؤية عجيبة حكت ان هي شافت والدتها وان والدتها بتحضنها بطريقة جمدة جدا وان الناس بيحاولوا يشدوها منها لكن والدتها بتقول لها خليكي معايا انا عايزاكي ووالدتها بتبلغها ان ربنا راضي عنها وان هي دخلت الجنة لما حكت ليه الحلم بدأ يحس محمود المليجي ان هي حتموت وبالفعل وصيبت بأزمة قلبية وتوفت عام 1970 عن عمر يناهز 69 عام واتدفنت في مكة رحمة الله تعالى على الفنانة الكبيرة ذكية براهي